تعرف رمضان عامل زي كعبة كده الكعبة يا حبيبي جردت من كل زينتها لا تجد ولا مصيف ولا منتجع سياحي ولا حاجة على الشاطئ ولا بقى مش عارفه يوكلة مدة إنما لماذا أفرغها الله عز وجل من هذه الأصباغ وهذه المتعة لكي يكون قصدك حبا وقلبا أنا جاي هنا عشان قلبي هنا رمضان ليست القصة قصة الشعور بالفقراء طبعا أنا جعت وشعرت بالفقير وذلك بعض الناس يا أحمد يجعلوا من أيامه سلة مهملاته يعني إلا أنا أصد إيه بقول لك خد الدل ومش عرفه خلاص كده هي المعاملة ليست توقيع موظف مغفل السجود مثلا حضور السيام حضور ولذلك أنه يسأل الله عليه وعليه وصحبه وسلم قال إيه من لماذا؟